مرحبا بكم نسكول في قناتكم الريدي لتونسية عودة جماعية وأسلحة قوية جديدة بحوصة النادي الأفريقي المستثمر يوسع اتفاقياته مع الأحمر والأبيض ويفاجأ الجميع مدربا للنادي الأفريقي دافيد بيتوني سيجري بعض التغييرات على تشكيل الأساسية في مواجهة الكلاسيكو أمام النادي للأسفيقسي وذلك بعد تهيل كيزونبي وعودة حمدي العبيدي وأحمد خليل من الإصابة إلى الجانب جاهزية كينغس لييدو وقد تكون هناك عدة مفاجئات على مستوى تغيير مراكز بعض اللاعبين لأنه أكد كذلك أنه الأيام اللقادمة بيشتشهد اتفاقيات جديدة بين المستثمر الجديد لنادي الأفريقي تتمثل في توسيع على التعاون داخل النادي ليشمل مختلف الفروع مع ضمان دعم شركات إضافية التابع عليه كما تعهد بزو سفقات إضافية من الاتراز الرفيع في الأمريكات والشتوي إلى جانب اقتراح مبادرات هي الأولى من نوحة داخل الفريق وقد يتم أيضا طرح مشروع مركب وملعب جديد خاص بالفريق قريبا أي ما وعد به أكثر من رئيس سابق وأخلفه سيتحقق قريبا مع هذا المستثمر الجديد ترجمة نانسي قنقر